هل ممكن نشغل حاجة زي TGPT على الكمبيوتر بتاعنا ومن غير انترنت؟ في الفيديو ده هقول لك على طريقة جميلة جدا وفي نفس الوقت هتدي لك امكانيات جبارة وهتسمح لك باكتر من ميزة هقول لك عليها في الفيديو ده انا حسام الدين حسن ودي إي برينيرز القناة اللي هتساعدك تعرف كل ما هو جديد في مجال التقنية بشكل عام والذكاء الاصطناعي على وجه الخصوص فلو انت محتمل موضوعات دي ولسه مشتركتش في القناة انزل اعمل سبسكرا في دلوقتي البرنامج اللي بتكلم عليه النهاردة اسمه فردي متاح للماك ومتاح للديسكتوب ولو بتسأل هل متاح للموبايل فهو متاح ولكن بطريقة معينة انت بتربط الموبايل بتاعك بالكمبيوتر وبالتالي اذا كده استنوعي بشترع الكمبيوتر وتقدر تشوف النتائج على الموبايل ودي ممكن نشرحها في وقت لو انتم حابين ولكن في فيديو تاني اول حاجة هنحتاج نعملها هي ندخل على فرضي دوت ديف وده ببساطة هيفتح معنا بالشكل ده لو انت على الويندوز فاعمل دولود للويندوز لو انت على الماك فاقدر برضو تعمل دولود للماك سواء الفرجن القديمة بتاعت الانتل او الفرجن الجديدة بتاعت الام وان والام تو هكذا بالمناسبة دلوقتي برضو قتاحوا فيتشور جديدة وهو ان انت هتستخدمه من خلال المتصفح باستخدام الجي بيوز بتاعتهم ولكن مش هو ده اللي انا مهتم به النهاردة اللي انا مهتم به ان انا احمله وابدأ ان انا استخدمه على الكمبيوتر بعد ما تعمل انستول عادي تسطبه زي ما تسطب اي برنامج هيفتح معاك بالشكل ده اول حاجة عندي هنا الهوم وهتلاقي هنا الزكاية الاصطناعي او الموديلز اللي متضربة على بيانات انا حطيتها مسبقا فلو انا مثلا بصيت على ده فده انا عامله على انه صانع محتوى يساعدني فيه بشكل عام كتابة المحتوى وهتلاقي برومتس هنا انا هتطالو بحيث يساعدني في اللي انا عايزوه بعد كده هتلاقي عندك حاجة اسمها character hub ودي هتلاقي فيها شخصيات كتيرة جهزة قبل كده لانت تروح تتشات معها وتتكلم معها بالشكل اللي انت عايزوه لو عملت سرش مثلا على يوتيوب هتلاقي شخصيات يوتيوبر هم مدربين AI على البيانات بتاعتهم لو عملت مثلا سرش على اينشتاين او على تيسلا مثلا فهتلاقي شخصيات نيكولا تيسلا فيه برضو ايلون تسك بعض الشخصيات تقدر تدخل وتتكلم معها وفيه برومتس جهزة او توجيهات مدينها للكاراكتر دي ولكن انا مش مهتم بده دلوقتي او مهتم اكتر دلوقتي بالمودلز ايه اصلا مودلز اذا كان اصطناعي تقدر تحملها وتستخدمها هنا فلو انا جيت هنا هلاقي ان انا عندي داونلودد مودلز دي المودلز انا محملها بالفعل انا محمل هنا اللامة تو اللي هو السيفنتي بي ده كان احدث حاجة ولكن نزل لسه اصدار جديد من قريب من شركة ميتا ولكن يعتبر مودل قوي تقيل جدا طبعا ما ههاريك دلوقتي ليه وعندك هنا مودل تاني كنت بجربه اسمه اثينا سيرتين بي ولو عايز اشوف مودل ابدأ احمله فاروح على مودلز في مودل جميل جدا ومشهور جدا وقوي جدا طالع من اوروبا هو المسترل فهتلاقي عندك السيفن بي ده يعتبر اخاف واحد واتلاقي مودلز تانية اعلى وهكذا اي مودل من دول يعجبك تقدر تروح تدوس الاصطناعي استخدم انهي فيها انا هنا هقول لك حاجات من اتنين يعني تعمل حاجتين عشان تعرف ايه المناسب لك روح على جوجل كده واشرش على مسترل وايه هليوس كيسس بتاعته او الاستخدامات بتاعته وشوف فيدباك او قبل ما تحمله روح على وجربه هناك وابدأ اعرف كده ايه النتاجة بتطلحها او ممكن يستفد منه في ايه او شوف حد جرب اكتر من مودل مثلا انا جربت لاما ممكن اقول لك مثلا لما ممتاز جدا في الحتة الفلانية وهكذا وبالتالي تبدأ ان انت تاخد المصيحة دي وتوظفها ولكن افضل طريقة على الاطلاق الهات التالتة بقى هي ان انت تخش الجرب بنفسك وشوف الحاجة دي مناسبة لك ولا لأ طيب انا دعتي في اتنين موديل محملهم بالفعل ازاي بقى استخدمهم بروح على كريات كاركتر انت بقى لسه بدء الموضوع لو عايز تحط صورة زي ما كنت عامل شوية تمام بس اما حاجة انت هتدي له اسم ماشي مثلا وليكن فردي كونتنت كرياتور ماشي او كونتنت كرياتور انت عايزه يساعدك مثلا في كتابة المحتوى وتيجي بعدك هتقوله البرسونة ايه دوره في الحياة تدي له توجيه او برومت اول حاجة عرفه هو دوره ايه فقوله مثلا انت اكسبرت كونتنت كرياتور او انت صانع محتوى او كاتب محتوى محترف وابدأ وضح له انت بتطلب منه ايه بالضبط عايزه يساعدك في ايه فممكن تقوله انا بكتب محتوى لقناتي على اليوتيوب فانا عايدك ساعدني في كتابة محتوى او في توليد افكار جديدة او في اعادة صيغة الفيديوهات بتاعتي او ايا كان فتبدأ تكتب كل الكلام ده هنا وبعد كده تدوس على طبعا في عندك برضو اعدادات هنا بقى تقدر تحدد كل حاجة انت محتاج الايه ايه يبقى بيتعامل معاك فيها يعني مثلا اول رسالة يرحب بيك فيها ويبدأ معاك فيعني تقدر بقى تعمل كل حاجة وتعدل حتى حاجات هنا زي وكل الكلام ده يعني على سبيل المثال لو انت علتها جدا فهيروح ناحية يعني يجيب لك حاجات ممكن مش موجودة اصلا لكن انت عايز لك طب حقائق اكتر فبتبدأ ان انت تقلل فكل الاعدادات دي تقدر انت تعدل فيها لو حابب بحيث ان انت تطلع نتائج معينة وطبعا تاني اعمل اكتر من كاركتر غير كذا يعني اعدادات هنا وابدأ ان انت جرب النتائج او شوف النتائج واستخدم الحاجة دي بشكل مستمر على حسب بقى اللي انت عايز تطلعه طيب عملنا الكاركتر بتاعيتنا هتلاقي الظهر عندك في الهوم هنا بالشكل ده كل بقى الكاركتر هتلاقي ان انت رابطها بموديل معين ده اللي احنا ما شوفناهش هنا من شوية ده ناجت عند كريت كاركتر هتلاقي فوق عندك تختار الموديل لازم موديل تكون محمله انا عندي هنا اللاما سيفنتي بي موديل تقيل جدا وقوي جدا في نفس الوقت وعندي الاثينة ده بسيط شوية تعال بقى واريك الفرق لو استخدمنا الاثنين وسريع ممكن اواريك كم استخدامه لو روحت كده تاني على الهوم وجيت استخدم اللاما ده ده انا واردي اعمله لودنج اهو ماشي حتى ظاهر لي هنا موديل لاما تو سيرتين بي وهكذا او سيفنتي بي معلش وعندي هنا شوتداون موديل انا خلاص خلاص شغل بي اعمله شوتداون ليه بقى لانا لو جيت لاستهلاك الجهاز عندي يلاقي عندي الميموري مستخدم جزء جدا منها فتعالوا بقى نبدأ نسأله حاجة اقول له مثلا انا ده مجهزه ان هو يساعدني في كتابة المحتوى وكنت بالفعل من شوية قلت له اديني افكار كده او اكتب لي سكريبت فيديو يوتيوب عن ازاي استخدم فردي اي 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 في حياتي اليومية فتعالوا كده نكتب حاجة تانية أنا بقول له اكتب لي كده ايه بعض اه او استخدامات الذكاء الاصطناعي لي كتاب المحتوى لو جيت بقى كده بصيت معايا على استهلاك الكمبيوتر عندي هتلاقي السي بيو 100% League's quiere ده طبعا احنا نتكلم هنا على جي بيو او سي بيو قوي نتكلم على اي ناين جيل 13 ومع ذلك مستخدم 100% منه ميموري 40 جيجا بايت مستخدم 3 و 50 جيجا بايت منها معرفش ليه مش بيعتمد قوي على الجي بيو بس يمكن واخد منه شوية او بيستخدم منه شوية ومازال لسه بيعمل بروسيسنج وبعد شوية شوف بقى لما هيكتب احنا كنا وحنا ملحظر للفيديو ده اخدنا كده سريعا وهو بيكتب فعليا بيكتب كلمة كلمة حرفيا زي طفل صغير بيته ليه لان مودل قوي جدا وتقيل جدا لو انت بصيت لشادي بيكتب بسرعة لانه بيشتغل على جي بيو كبيرة جدا وقوية جدا انت هنا بتشتغل على هو كمبيوتر بتاعك فقط صغير وبالتالي بيبقى في بطء شوية وبالتالي هنا يا اما انت محتاج كمبيوتر قوي عشان تستخدم ده يا اما انك تبدأ تستخدم مودلز اقل شوية وابطأ شوية وبالمناسبة كنا اتكلمنا في الاي اي بودكاست اللي لسه بدقينه جديد عن تشيب جديدة او شريحة جديدة من شركة تقبل اسمها الامفور الفكرة فيها او الهدف منها يعتبر هو ان قبل الماكبوكس بتاعتها يشتغل عليها الاي اي بقى ولكن بسرعة كبيرة مش بالبطء اللي احنا متكلم في ده والنفيديا طبعا بتنزل جي بيوز تانية جديدة يعني مركزة اكتر على الاي اي فلو شوفنا الحاجات دي اكتر في اللابتوبات بتاعتنا والكمبيوترات بتاعتنا غالبا هلاقي الاي اي بيشتغل بشكل اسرع من اللي انت شايفه ده بكتير طيب بعد دقائق كده دلوقتي بدأ يقول لي جينيراتينج سبونس الحمد لله عمل لود للموضل يعني تعال بقى نشوف كده السرعة هتبقى عاملة ازاي طبعا ما شاء الله بيكتب ببطء ايش دي جدا يعني شوف حتى الكولون اللي تحطت دي ولا اللي والنقطتين فوق بعض شوف خدت وقت كبير جدا تعال كده عشان بس تدرك الفرق في السرعات الجبار تعال كده افتح لك شات جي بيتي وادي له نفس الكلام بالزبط يعني اهو ماشي سواء بقى نستخدم الجي بيتي فور بالخطة المدفوعة او الجي بيتي 3.5 ماشي تعال كده نحطهم جنب بعض ادي ده لسه بيكتب وادي ده بسم الله الرحمن الرحيم طيب ارنب بيجري بيطير حرفيا ويسلح فيها شغالة جنبه ايه بقى اللي خلينا نروح لحاجة زي كده يعني اللي خلينا نروح لحاجة زي فور دي نستخدمها ننزل موديل عندنا اصلا مساحته كبيرة ده موديل مساحته تقريبا حاجة واربعين جيجا بايت فياخد اصلا يعني جزء كبير من الباكة وكل الكلام ده طبعا ده لو انت في مصر دي ممكن تبقى مشكلة بالنسبة لك ولكن انت برا مصر وعندك الباكة انليمت تفادي مش مشكلة بس ده في الحقيقة في ميزة كبيرة جدا اولا انت مش محتاج لانترونيت عشان تستخدمه ده اولا ثانيا عندك ايه 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 شغال على الكمبيوتر بتاعك مش محتاج تروح تعمل حساب في منصة تانية ولا محتاج تروح تستخدم اا يعني زكايا اصطناعي هيضرب الموديل على بياناتك فلو انت مثلا هتدينه معلومات معينة من شغلك لأ الكلام ده هيبقى على الكمبيوتر بتاعك مش هيخرج برا وبالتالي فيه امان للبيانات بتاعتك فدي ميزة الميزة التانية زي ما قلنا حتة نوع يبقى ا افلاين شغال معك في اي وقت فانت ممكن تجنريت بيه بعض الحاجات وترجع له في اي وقت وتاخد بقى الكمبيوتر يعني انت ممكن تبقى شغال على حاجة تسيبه يجنريت وتخلص الحاجة دي وترجع تكمل انا عارف انه ده مش افضل حاجة ولكن استلق اهو ده بعض يعني يعتبر استخدام ليه بس هو اكتر حاجة يعني مميزة للحطة الحقيقية دي انت تحمل موديل شغاله عندك هو حماية البيانات بتاعتك وانه هو موديل زكاة اصطناعي متاح معك في اي وقت طيب السؤال المهم هل بيشتغل بالعربي اغلب الموديل بيشتغل بالعربي عادي خالص انا سهلت بسؤال دوقتي ولكن في العربي هتلاقي بيكتب ابطة بيكتب حرف حرف فالله يعينك بقى لو انت استخدمت موديل تقيل زي ده هتقعد جنبه مصر ساعة ولا حاجة على ما يخلص لك او يكتب لك كم فكرة طيب خلينا نقول بقى دوقتي ماذا لو انا عايز استخدم موديل اسرع اعمل ايه الموضوع بسيط لما قلت لك هتروح على مانج موديل هتروح على افلابل موديل تحمل موديل يكون مش تقيل قوي كده يعني لو انا جيت عملت سيرش على لاما بص كده الموديل اللي انا محمله كاتب لي ايه كاتب لي هيبقى بطيء على الكمبيوتر بتاعك لانه هو محتاج اكتر يعني محتاج رامات عالية او هكذا طيب فانا برضو ممكن احمل موديل اقال انا محمل واحد هنا اللي وقثينا سيرتين بي ده فلو روحت على الهوم وجيت استخدم الشخصية اللي انا عاملها بنفس الموديل طبعا انا عامل اللود لموديل تاني فلازم اقفل الموديل ده ماشي لازم ادوس على شات داون موديل ده كده وادوس يس واجي تاني بقى على ده يبدأ ايه اسأله هنا بقى فممكن اقول له اكتب لي تلات افكار لاستخدام الزكاء الاصطناعي في كتابة المحتوى مثلا طبعا هيبدأ ان هو يعمل بروسسنج لانه لازم يعمل لود للموديل وبعد كده يبدأ ان هو يستخدمه طبعا زي ما احنا ملاحظين الوقت هنا اقل بكتير من اول مرة لان الموديل ده اخف ومساحته اصغر وبالتالي هتلاقي الدنيا بقى سريعة في اللودنج وكمان في الكتابة طب زي ما هنشفين هو بيكتب اي نعم هو كتب باللغة الانجليزية مش مشكلة دلوقتي اوي بس زي ما هنشفين بيكتب بسرعة مقرنة بالتاني فالهدف كان من الفيديو ده هو ان اقول لك على طريقة تقدر تحمل بيها مودلز زكاء اصطناعي مفتوحة المصدر على الكمبيوتر بتاعك سريعة قوية بطيئة اي ان كان وتبدأ ان انت تستخدمها بدون ما تشارك الملفات بتاعتك او البيانات بتاعتك مع زكاء اصطناعي تاني زي شات جي بي تي وبالتالي تضرب عليها فتضمن الخصوصية وفرح لا تكون مع وجود معك في اي وقت تقدر ان انت تستخدمه وحتى بدون انترنت طبعا فيه طرق تانية كتير جدا وبالمناسبة في بع كوميتر بتاعك يبقى على جي بي او على كلاود وبرضو يبقى انت ضد تضمن حتة الملفات والبيانات دي فلو عايز لحظة طريقة دي تبلي تحت بتعليقاتي وطبعا لو لسه مشتركش في القناة اشترك ذوقاتي سنتعرف كل ما هو جديد في مجال الزكاء الاصطناعي ولو لسه ما كنت شفت الموديل الجديد بتاع شركة جوجل اللي هو الجيميناي والجوانات الادفانس والاستخدامات القوية فأسيب لك فيديو هنا قوي جدا لازم تتفرج عليه اشتركوا في القناة